بسم الله الرحمن الرحيم هل الحوت في البحر والذي يأكل في اليوم حوالي ثمانين ضنا من ما يكون في البحر من أسماك ومن غيرها عندما يخرج صباحا يعول هم الرزق في قلبه أم أنه يسعى ويرزق آخرا ولا يذهب أو يروح إلا شبعانا هل الطير الذي يخرج من بيته صباحا ليحلق في جو السماء هل يحمل هم الرزق هل النمل الذي يسير في الأرض تجده يسير في صفوف منتظمة يذهب ويجي هل يحمل هم الرزق هل الذئاب والكلاب والحيوانات وغيرها عندما تسير في حياتها تحمل هم الرزق كلا هذا الذي وضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه بأنه التوكل على الله قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا ولم لا نتوكل على الله وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن التوكل على الله فقال أن تثق تمام الثقة بأن أي أحد غير الله لا يأتي بشيء ولم لا ونحن نعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغا عن ربه يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيض إذا وضع في البحر وكذلك كما ورد في بعض الإسرائيليات عن موسى عليه السلام يا موسى كن واثقا من رزق مضمون لك ما دامت خزائن مملوئة وخزائن مملوئة لا تنفذ أبدا فالإنسان يتوكل على الله يعلم بأن له ربا رزاقا يرزق ولا ينسى أحدا من العباد فهو الذي يرزق الطير المسخر في جو السماء يرزق النمل تحت الصخور الصماء في الليلة الظلماء يرزق العباد كلهم لا ينسى منهم أحد سبحان الله يا واحدا في ملكه ما له ثاني يا من إذا قلت يا مولاي لباني أنسى فتذكرني في كل نائبة فكيف أنساك يا من لست تنساني إنه يرزق الكافر ويرزق المؤمن ويرزق الطائع ويرزق العاصي إنك لو تأملت في أحكام ربنا سبحانه وتعالى في الرزق لوجدت عجبا عجيبا تحار أمامه فصاحة الفصحاء وبلاغة البلغاء غير أن البعض إذا تأخر عليه رزقه أساء الظن بربه وساء خلقه وأساء إلى خلقه فضيع دنياه وآخرته لا 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 تقنط من رحمة الله فإن رحمة الله واسعة لا تتعجل فإن الاستعجال يمنع عنك الكثير لا تذنب فإن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه أسأل الله أن يجعلنا من المتوكلين عليه حق توكله وأن يرزقنا رزقا واسعا حللا طيبا في الدنيا والآخرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته